نساش تشارك في القناة ديانا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا وشكرا لك مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تطورات في قضية الصحة في حميد المهدوين اللي كيواجه حكم ابتدائي بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض مادي 250 مليون سنتيم للمشتكي وزير العدل عبداللطيف وهدي آخر تطورات خرجت نيابة العامة عن صمتها في هذه القضية وأفادت نيابة العامة بأن المهداوي ما يزال بريئا في نظر القانون مشددة في من جانب آخر لأن ما يصدر في واقع التوصل الشماعي وفي الفضاءات المعلوماتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمع بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة لكن تفاعلا مع ما أسلفتم القول بشأنه وأن النيابة العامة بخصوص هذا الميص هي يدخل في إطار نقاش مجتمعي يضر بين نفيانتين وأخرى حول مدى صحة متابعة بعض المستثبين للجسم الصحفي بمقصداء القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة وهو نقاش مجتمعي سبقتنا له مجتمعاتهم أخرى كفرنسا على تبيل المثال هكذا برر حسن فرحان وهو رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة أمس الأربعاء متابعة الصحفي حبيد المهداوي بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة على اعتبار أن وسيلة النشر التي استعملها المهداوي تتخرج من مجال تطبيق قانون الصحافة وقال فرحان في تأويله للجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة في متابعة المهداوي إن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة اللي يحط عليها الحماية القانونية وقال على النقاع المنشورات الرقمية اللي لم تتوفرش فيها شروط الصحافة الإلكترونية وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي ما تتضمن تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائرة هذا القانون ويضر حول مدى الحدود الفاصلة ما بينما يعتبر عملا صحافيا محمي بمقتضايا إجرائية منصوص عنها في قانون الصحافة وما بينما يعتبر من باب ممارسة حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشكره فعلا كما جميع الأفعال التصادر عن الأشخاص والتي يتحمل فيها من السؤولية الشخص الصادر عنه في طرق القانون وما يكفله القانون للأشخاص من أفعال مباحة أو مجرمة وبالتالي يعني أي منشور ما تلاحش في ذاك الشي اللي يديره القانون دين الصحافة والنشط يعني إلا ما تكتبش في السيت دين الموقع وما تكتبش ولا ما كانش شي صورة لحشك الفيديو ولا صورة تلاحفت من الموقع فقال لا يحتيه في الفيسبوك ولا يحتيه في اليوتيوب فما كيتحسبش ما كيتخلش في النطاق الصحافة يقول لي في نطاق السوشيال ميديا كيتطبق عليه القانون الجينالي لحسب ما كان الأستاذ حسن فرحان في الحوار ديالو اللي دارو مع راديو دوزان فقوبي أنه الحدود الفاصلة ما بين ممارسة العمل الصحافي هي محدودة ومؤترة في إطار قانون الصحافة والنشر كما حدثت لما المادة الثانية التي حدثت بوضوح وبشكل صريح أن مزاولة الصحافي لعمله يتم بوسيلته ليهما يمطريح إما مطبوع دوري مكتوب أو مصور وما بواسطة الصحف الإلكترونية التي يتم نشرها أو أبدتها وفق الصروط التي حددها القانون ومن بينها ضرورة وجود صريح قدير دانية العامة وضرورة تعيين مدير النشر والتجمع باقي الصروط التي حددها القانون من أجل إصدار هذه الجرائد وأبرز حسن فرحان في هذا الحوار الإداعي مع إداع الدوزام على أن العمل القضائي سواء كان في المحاكم الموضوع أي المحاكم العادية أو على مستوى محاكم النقل دابا على اعتبار أن كنت نشره في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائق المفتوحة كيندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع الأحكام من القانون الجنائي كلما تضمن أفعال المجرمة بمقتضاه القانون ولا يمكن بأي حال من أحوال أن تسري عليها أحكام قانون الصحفة والنشر ما دام أنه مستوفر الشروط الوالدة في هذا القانون بالتالي ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المعلوماتية من منشورات رقمية سواء كانت مصورة أو كانت سمعية بطرية فهو لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري علي أحكام قانون الصحفة بقدر ما أنه يخضع كباقي الأفعال الصادرة على الأفراد لمبدأ الحرية كالأصل ولكن هناك حدود حدد القانون وأفعال جرّم القانون يصدر على مقتضايات قانونية مختلفة مثل مجموعة القانون الجنائي أو قانون الخاصة التي تؤثر وفي ذلك أفعال متى من تنطوت على أفعال المجرّمات كما قلت مع العلم أن لقاء الفيديوهات دي المهداوي اللي كيتلاحوا في اليوتيوب كيلوحهم في الموقع ديهم وخاكي لوحهم في الموقع ديهم وما كيتعتبروش على أنهم داخلين في إطار الصحافة ذك شي علاش هو تحكم حسب منظور النيابة العامة لذلك عش هو تحكم بالقانون الجنائي وأضاف هذا المسؤول القضائي على أن النقاش اللي كتيروه بعض الناس بخصوص محاكمة الصحفي بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ضروري يتوضح ويتحط في منظور القانون قال على أن حرية الصحافة مضمونا بموجب الفصل ١٢٠٠٠ من الدستور اللي كي ملع تقييد ديالها ما عاد ذك الشي اللي كينص عليه القانون لكن الممارسة دي العمل الصحفي خصها تكون وفق الضوابط والشروط اللي حددها القانون ٨٨٣ المتعلق بالصحافة والنشر هنا أخيرا الأستاذ الكريم وأن هذا النقاش القانوني على مستوى الحدود الفاصلة ما بين ما يعتبر عملا صحافيا يحظى بالحماية الإجرائية وأحكام قانون الصحافة وما بين يعتبر بأنه فعلا من أفعال التي قد تمسوا الحق العام وفعلا أحكام القانون الجنائي هو ليس بالجديد على مستوى الصحة القضائية فهنا كان ملفات قضائية سابقة حسمت فيها محاكم الموضوع وكذلك محاكم النصر هذه الحدود الفاصلة وأشارت بوضوح إلى أنه ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي للفضائق المتوحة كاليوتيوب وغيرها يعتبر يدخل في إطار ممارسة حرية التعبير الشخصية الذي يخضع الأحكام القوانين العامة قانون الجنائي وقوانين الخاصة الخاصة بعد الأفعال ولا تسري الأحكام في الصحافة لأنها نون الصحافة وخاص بالمهنيين الصحفيين هذا وكيجي تصريح هذا المسؤول بالنيابة العامة في الوقت اللي لازلت فيه قضية الصحفي المدوي المتابعة على خلفية شكاية من الموزير العدل معروضة أمام قضاء الدرجة الثانية أي أمام محكمة الاستيناف ورغم أن هذا المسؤول كرر أكثر من مرة بأنه يحترم قارنة البراءة في هذه القضية وأكد أنه لا يريد التعليق على الحكم تدائي الصادر في القضية ما دامت معروضة على القضاء إلا أن تبريره المتابعة تحت طائلة القانون الجنائي وليس قانون الصحفان من شأنه أنه يؤثر على سير هذه القضية في مرحلة التقاضي أمام المحكمة الاستيناف بما أن دفاع الصحفي المهداوي بنى مرافعاته أثناء الدفعات الشكلية أمام المحكمة ابتدائية على الدفع بعدم متابعة موكلي تحت طائلة القانون الجنائي لما أنه صحفي مهني يحمل بطاقة مهنية إن هذا الملف هو بيد القضاء الذي يضل المؤسسة القانونية الوحيدة للحديث عن مجراياته ولكن ما يجب التذكير به هو أن الشخص الذي تتضلتم بالحديث هو ما زال كما قلت في نظر القانون بريء يحضر بقارنة البراءة والمقفول له ذو سوريا وقانونيا وثانيا أنه الحديث والتعليق عن الإحكام القضائية هو فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة تنساش تشارك في القناة ديانا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا وشكرا لك